منشور للمغنية السورية رشا رزق أثار جدل على السوشال ميديا بسبب محتوى اللي اعتبروا البعض إهانة لأهالي المخيمات رشا كتبت بمنشورة على الفيسبوك نداء إلى كل المنظمات الإنسانية فريق ملهم منظمة بنفسج بسمة وزيتونة وكل الأفراد الناشطين بالعمل الإنساني مشان الله بعتوا مساعدات حبوب منع حمل أو واقيات ذكرية مشان ما تبعتوا بعدين أضعاف أدوة وعلاجات لتشوهات وأمراض ومصائب شو زن بالطفل ينحرم من التعليم والطبابة وأساسيات الحياة مشان يتمتع أمه وأبوه بحقهم بالإنجاب حق الطفل أولوية ولا يأتي بالدرجة الثانية بعد حق البالغ بالإنجاب كل من بيخلف ولد بالمخيمات هو بحكم المجرم وخلصنا خلينا نعمل حملة موانع الحمل سوريا ليست بلد آمن لإنجاب الأطفال من التعليقات اللي اجت على الموضوع من باتول الرفاعي اللي شاركت البوست وكتبت نعم شي حلو واقعي وإيجابي أنه نرشر التوعية حول التربية السليمة وتنظيم الإنجاب ومسؤولية الطفل قداش صعبة بطرق إنسانية وحضارية وواقعية بتتناسب مع مجتمع وطبيعته وتفكيره بس كتير وقاحة وقلة أدب وقلة أحساس وفهم أنه ننظر للبشر على أنهم آلات وقرارات حياتهم الشخصية لازم تكون على كيفنا لمجرد أنهم ضحايا بمنطقة حرب واضطروا ينزحوا من بيوتهم أما سلام فعلقت على الموضوع يعني أسلوبك بدون معالجة يستحوا الشبيحة سترشا يحكوا بهذا المنطق الاستعلائي تعليق آخر من محمد اللي قال الدكتورة راشا رزق قدص الله وسرها يا جماعة ما عد بالدحدة يجيب أولاد المخيمات راشا رزق عم تتدايا